قالت هيئة النزاهة في تقريرها عن نشاطاتها خلال النصف الأول من عام 2018 أن عدد المتهمين المحالين على القضاء بلغ 1539 متهماً بينهم خمسة وزراء ومن هم بدرجتهم فيما بلغ عدد المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين 93 متهماً وأكدت الهيئة في تقريرها النصف أن الأموال العامة التي تمت إعادتها إلى الخزينة العامة بلغت 336 ملياراً وتسعمائة وتسعة وستين مليون دينار عراقي وبينت الهيئة أن تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية ألفاً وواحداً وسبعين أمر قبض مشيرة إلى أن عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم من الذين صدرت بحقهم أوامر استخدام كانوا عشرة أما الدرجات الخاصة والمديرون العامون بلغت 171 أمراً فيما بلغ عدد قرارات منع السفر 97 قراراً ثلاثة منها كانت بحق وزراء أو من بدرجتهم وعشرة من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وفيما يتعلق بكشف المسؤولين عن ذممهم المالية أشارت الهيئة إلى أن نسبة استجابة الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية بلغت 100% أما نسبة استجابة الوزراء فكانت نحو 86.4% فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومنهم بدرجة وزير أكثر من 67% أما عضاء مجلس النواب المنتهي ولايته فكانت نسبة استجابتهم الأقل حيث بلغ 36.3% بالعشرة